السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشرة نصائح جد جد مهمة للحفاظ على أزهار الحمديات أو عدم نموها أصلا ومنع تساقطها أولا يبدأ التزهير في الحمديات سواء ليمون يوسفي أو برتقال وغيرها حسب المناطق وغالبا ما يكون ذلك في شهر اثنان أو ثلاثة أول خطوة التسميد بسماد عضوي قبل التزهير أي مثلا شهر واحد أو اثنان ثانيا ودائما قبل تفتح الأزهار نرش على الشجرة عنصر البورون أعيد عنصر البورون وهو المسؤول عن تثبيت الزهرة نرشه لوحده أو نضيفه مع شيلات الكالسيوم ثالثا التعطيش أثناء التزهير خطأ شائع بل تقليل الري مع تنظيمه بمعدل مرة في الأسبوع طبعا حسب الطقس والمناخ رابعا قبل التزهير أي بداية شهر اثنان مثلا نضيف دفعة قليلة من الفوسفور تليها دفعة تانية مثلا نهاية شهر اثنان بكمية قليلة لا تتعدى نصف الكيلو حسب عمر الشجرة وتشاهدون هنا فوسفور من نوع الذاب يمكنك التسميد بالذاب أو الماب أو سوبر فوسفات الكالسيوم الأشجار الصغيرة حتى ثلاثة سنوات نضيف فقط 150 جرام من الفوسفور خامسا تجنب إضافة عنصر النيتروجين أثناء وقبل التزهير سادسا تجنب الري بماء عالي الملوح نسبة الأملاح المرتفعة سواء في الماء الذي نروي به أو في التربة أيضا يسبب مشاكل تساقط الأسهار سابعا لا تنسى الحديد فإذا لا حتى نقص عنصر الحديد فتدخل في الوقت المناسب أصلا أصدقائيا لا يجب أن نتدخل عند رؤية النقص بل يجب أن نضيف الحديد أصلا للشجرة قبل ظهور الأعراض والتي هي إسفرار الأوراق مع بقاء العروق خضراء ثامنا إذا لاحظت أي إصابة حشرية أو فطرية رش أو استعمل المبيدات باعتدال لأن إكثار المبيدات يسبب تساقط الأزهار أيضا الإصابات الحشرية بالأخص تسبب في تساقط الأزهار تاسعا عند تقليم الحمديات لا تبالغ في القص والقطع فهو أيضا سبب من الأسباب التي تؤدي لعدم تثبيت الظهرة عاشرا تساقط الأزهار في أشجار الحمديات والأشجار بصفة عامة شيء طبيعي وعادي لكن إذا زاد نسبتها فهذا مشكل الظهر الغير ملقحة تسقط الأمطار والرياح القوية تحدد تساقط نسميه تساقط ميكانيكي للزهرة التقلبات المناخية في درجة الحرارة أيضا تسبب هذا المشكل وبما أننا قناة تهتم بزراعة البلقونات والأسطل ونعرف أن الكثيرون منكم يزرعون في أحواد فننصحكم بزراعة الحمديات في شمس مباشرة والاهتمام أكثر بالتسميد والري وعدم إغفاله أو نسيانه من بين هذه النصائح العشرة أرى طبعا أنها كلها مهمة لكن الأهم في نظري والذي يغفل عنه الكثيرون وهو إضافة عنصر البورون نعم عنصر البورون جد مهم لتتبيت الزهرة بالإضافة لذلك فإنه يزيد نسبة العصير في الثمرة يحسن سماكة قشرة الثمرة ويزيد من عمرها التخزيني اكتب في تعليق كلمة أحسنت إذا أعجبتك الحلقة واستفدت منها كان معكم أخوكم توفيق إلى اللقاء